السلام عليكم يا رفاق معكم كاكورتشان في تلخيص الجزء الرابع من ما انهى الموت والنهاية الوحيدة للشريرة صلنا الى ان بطلتنا راحت على المزاد السري للعبيد لحتى تاخد اكليس اللي هو البطل الخامس وكانت راحت تخليه يقع في حبها وترفع نسبة الشعبية لمئة في المئة حتى تخرج من هاي اللعبة قالت انه هذا الشخص هو اسهل هدف بالنسبة لها لانه ولي العهد قاتل واخويها طبعا فيش مجال انه ترفع نسبة الشعبية لانهم بكرهوها بسبب اختهم الضائعة وظن الساحر الساحر كمان يقست منه لانه هو الشخص اللي برجع البنت الحقيقية للدوق تمام تمام والان لنكمينا القصة قام مالك المزاد باخراج زئاب جائعة لمدة اكتر من شهور لتحارب اكليس تحدق بنلبي وتقول ما هذا ما الذي يفعلوناه الشيء الوحيد المعطى له هو سيف خشبي بدون درع حتى وكينا يديه وقدميه مقيدتان وصوتهم هم يضحكون يبدو وكأن نيتهم كانت تمزقه من قبل الوحوش الجائعة وتتسأل ماذا عليها ان تفعل ماذا لو مات هل يجب ان تصرخ وتقول انها ستشتريه الان بعدها يهجم الذئب الاول على اكليس يقوم اكليس بطعنه في القلب مباشرة تقول بنلبي انه امر لا يصدق انه مهر للغاية بسيف الخشبي يتجنب ببساطة هجوم الحيوانات المفترسة يهجم الاخر ويقوم بطعنه ايضا ثم يقضي عليهم جميعا كان يلهف ومتعب بشدة وسيفه الخشبي يقطر بالدماء بعدها يصفق الجميع للعرض الذي قام به اكليس حتى يقع على قيد الحياة واو واو تخيلوا اني اهاجم وحوش عشان ابقى على قيد الحياة وناس تستمتع ويهي بتنظر الي اقسم بالله مخلي ولا واحد فيهم عايش المهم كان اصحاب المزاد يودون ان يمسكوا باكليس لكن لم يسمح لهم بذلك كان على وشك ان يتمرد فجأة يصرخ ويقع على الارض كان الطوق الذي على رقبته يومد يضحك صاحب المزاد ويقول انه شخص مفعم بالحيوية من الصعب السيطرة عليه بطريقة طبيعية ويكمل للجمهور بانه ليس من السهل التعامل معه لكن لا يقلقوا لديهم بعض الضمانات والتقنيات للسيطرة عليه ويبدأ المزاد لبيع اكليس يبدأ بخمسين الف عملة ثم يبتسم هذا الرجل ويقول انه يريده بعشر مليون قطعة ذهبية بعدها ترفع بن لبي بطاقتها وتقول انها تريده بمئة مليون قطعة ذهبية يصدم الجميع ماذا؟ اتريده بمئة مليون ذهب؟ هل هناك احد يريد المزايدة اكثر منها؟ تفكر بن لبي انه لا يمكن ان يكون هناك المزيد من الاشخاص حسنا لا يهمها اذا كان هناك المزيد كانت من البداية ستعطيهم عشرة اضعاف في السعر حياتها تعتمد على هذا حتى لو لم يكن مئة مليون حتى لو كانت عشرة مليارات ستأخذه انها على استعداد لاستقباله بابتسامة بعدها يقول لها صاحب المزاد ان تأتي معه من هذا الطريق كانوا يقومون بضرب اكليس وتعذيبه تقول يا الهي هل كانوا يعاملونه هكذا طوال الوقت؟ انها سعيدة لانها حصلت عليه حصلت دوق عليه في اللعبة بعد ايام من المهرجان كان هذا افضل خيار انها اتت قبل افوات الاوان تقول بنولبي انها ستقوم بالدفع لهم بشيك فارغ يجيبها صاحب المزاد حسنا اذا الامر سيكون هذا يعطيها خاتما ويقول هذا رمز يعطى لصاحب العبد لكن بنولبي لم تعرف ما هذا يكمل بانه هل ترى العقد على رغبة العبد؟ هناك سحر مجدود بداخل ذلك اللعقد عندما تضغط على هذا الخاتم فان السحر الموجود بداخل الخاتم مشروم كهربائيا ويمكنه التغلب على العبد والتحكم به تفكر بنولبي ان هذا الشيء هو الذي استخدمه في المزاد عندما فقد وعيه يكمل الرجل بانها اذا كانت تستخدم هذا الزر لفترة طويلة جدا فقد يستغرق الامر ذلك حياته ويذيب دماغه لذا فلتكون حذيرة وان اكليس شخص خطير على زبونة نحيفة وحسسة مثلها لذا فلتتأكد من ارتاء الخاتم طوال الوقت كان اكليس يحاول قتل الشخص الذي كان يعذبه ويجري جميع اصحاب المزاد ليوقفوا اكليس تفكر بنولبي انها في ورطة سوف يموت ذلك الشخص من قبل اكليس ماذا عليها ان تفعل؟ ولا تريد استخدام هذا الخاتم ايضا تقترب بنولبي من اكليس يقول لها اصحاب المزاد ان تتعد هذا خطير اذا اقتربت منه تمسك بنولبي باكليس وتنزع قناعها تقول له ان ينظر لها بشكل جيد لقد قامت بشرائه بمئة مليون قطعة ذهبية فلينظر الى وجه سيدته جيدا لم تشتريه بذلك السعر العالي من الاموال لان اموالها كانت فاسدة لاحد من النبلاء المجانين ينفق ماله على عبد من بلاد مهزومة ماذا يمكنه ان يفعل اذا تمرد وهرب من هنا مع عدم وجود دولة لكي يعود اليها ثم تقول انها تكره اولئك الاوغاد من الناس الذين لا يعلمون مكانتهم لقد رأت به احتمالية لذا استثمرت مالها وقامت بجرائه هذا كل ما بينهما هما الاثنان لذا عليه ان يثبت قيمته لها لكي تتأكد من انها لم تهدر المال الذي قامت به بشرائه وغير ذلك ستعيده الى هنا دون تردد او رحمة تكمل اذا كان يعرف ويفهم ما تقوله فليومئ برأسه يجب ان تذهب للمنزل بسرعة بعدها تقول بنولبي لصاحب المزاد ان يحرر اكليس من القيود الذي تقيده وتخبر هذا الشخص ان ينزع جميع ملابسه وليسلمها لاكليس طبعا كان رافض بعدها اعطته كومة من المال والاخ باع شرفه وعطاه الملابس بعت نفسك بكام يا ام الحق بعدها غادرت بنولبي واكليس ثم تتوقف منتصف الطريق وتقول انتظروا دقيقة انها لا تعرف الطريق الى منزل الدوق بعدها يأتي الرجل الذي كان يريد اكليس يرحب بها ويقول ها قد التقوا مجددا بعد المزاد تخبره انها لا تعرفه يغضب ويقول هل هي تتجاهله الان انه ذلك الشخص من الشائعات الذي يسميه كل الناس باملهم كلوري كلوري ولا سائل جلي يخبرها انه كان ينتظرها عندما كانت تخرج يريد منها ان تسلمه ذلك العبد تؤشر بنولبي لاكليس ان يبقى في الخلف وتقول انه امر مخيف قليلا لكن ربما هي فرصة للفوز بمعروف اكليس وكسب صالحه وايضا الا يجب ان يعرف المالك كيف يحمي خادمه ثم تقول بنولبي للرجل هل نسي انها ربحت المزايدة بمئة مليون قطعة ذهبية يجيبها هذا لانه لم يحضر الكثير من المال اليوم ويخبرها انه سيعطيها عشرة ملايين ذهب اولا وسيدفع الباقي عشرة الاف في غضون ايام قليلة ثم تقول له بنولبي 9 مليارات كانت ستدفع عشرة اضعاف سعر المزاد النهائي لو انه قارف المزاد مئة مليون قطعة ذهبية كانت ستقول هي عشرة مليارات وما زالت ستتصر بالحصول عليه لذا قيمة اكليس سيكون عشرة مليار ذهب يصرخ ويقول لا يمكنها ان تكون عنيدة جدا هل تعرف من هو تقول له ايضا الشيء نفسه ينطبق عليه هل يعرف من هي يصرخ ويقول ماذا ايتها الخنزيرة ويمد يده ليضربها بعدها يمسك اكليس بيده ويقوم بكسرها تقول بنولبي انها متأكدة من ان يديه مقيدتين على الرغم من ذلك بعدها يصرخ الرجل ويقول لاتباعه ان يقتلوا اكليس وبنولبي يقول اكليس لبنولبي ان تبقى في الخلف بعدها يقوم اكليس بقتل الجميع تخاف بنولبي وتقول انه دموي جدا شخص مثل اكليس كيف تشرقت هي على تهديده وهذه هي رائحة الموت انها خائفة انها خائفة جدا بعدها يصدير اكليس لبنولبي كانت بنولبي خائفة وترجع للخلف ينحني لبنولبي ويقول لها انه قام بهزيمتهم جميعا يمسك بيدها ويقول لها ان تقم بمدحه تحدق به وتقول حسنا اختيارها لاكليس يبدو انه غير خاطئ ابدا وزادت مقدار الحب لدى اكليس 18% بعدها عادت بنولبي للمنزل يقول لها كبير الخدم اين كانت تصرخ اميلي وتقول اين كانت الليلة الماضية تفكر بنولبي انها حمقاء حقا لقد حل الصباح بالفعل عندما عادت حاولت ان تكون هادئة قدر الامكان لكن لقد امسكوا فيها وتسألهم هل يعمل والدها بهذا ايضا يجيبانها بالطبع حتى كل من السيدان الشابان كنابل خارج طوال الليل يبحثان عنها مع الفرسان ولقد جاء شخص من سوق تجارة العبيد منذ فجر اليوم وانقلب القسر رأسا على عقب تغضب بنولبي وتقول هؤلاء الاؤغاد لقد اتوا فور حلول الفجر ليحصلوا على اجرهم وايضا ديريك وليوناردو ما كان يجب عليها ان تخرج معهما وتقول اميلي لبنولبي ان تدخل للداخل الان بعدها يقول كبير الخدم ان تنتظر دقيقة من هذا الشخص تقول بنولبي انها اكليس حارسها الشخصي سيبقى هنا معهم في المستقبل فليقم باعطائه غرفة لائقة وليجعله يرتاح يرفض كبير الخدم ويقول انه لا يستطيع ان يفعل هذا انه لا يعلم حتى من هو حتى يجعله يدخل الى القصر هكذا تنادي بنولبي على رئيس الخدم وتقول تعتقد بانها مرت بضعة ايام وعاد يأخذ كلامها كمزاح مجددا انها متعبة من المشي طوال الليل فليعتني باكليس حتى يتمكن من البقاء بشكل جيد ومريح فليصنع هذا المعروف لها ثم يقول كبير الخدم مفهوم يا سيدتي تذهب وتقول من الجيد سماع هذا فقد انتهت من هذا الشجار قبل ان تقوم بتهديده بعدها ترى والدها واخاها يناد الاثنان عليها وكانت بنولبي متوترة يغضب الدوق ويقول لها ان تتبعه الى مكتبه على الفور تقول بنولبي انها في مشكلة مجددا كلفة ستطلب المغفرة هذه المرة ويصرغ السيد وردي على اكليس ويقول من هذا الشحاذ الغبي وتقول بنولبي ليكليس ان يتبع رئيس الخدم ليس لديها الوقت هذا فليكن ولدا مطيعا يناد الدوق على بنولبي ويقول لها ان تبدأ بشرح كل شيء من البداية حتى النهاية تعتذر بنولبي وتقول انها اسفة لخروجها دون اعلام والدها يقول لها اصبح يسمع كلمة اسفة كثيرا يشعر بان كل شيء يتكرر حتى انها لا تنظر الى الوراء عندما تفعل شيء ما رأيها بهذا تقول تقسم بشرفها انها لم تفعل اي شيء يجلب العار لهذه العائلة يصرخ ويقول لم ينتظرها ضوال الليل لسمعي هذا الكلام بنولبي ايكارد فلتدخلي في صلب الموضوع لماذا تركت القصر دون اذن حتى ومن هم هؤلاء الرجال القبيحون من سوق العبيد الذين اتوا في صباح هذا اليوم فقط من الذي حدث خلال هذه الليلة الواحدة تخبره انها ارادت ان ترى المهرجان يقول لها لماذا تسللت خلال الليل من بين كل الاوقات ثم كان يجب عليها ان تطلب منه فقط الحصول على اذن تجيبه لم تكن تعتقد انه سوف يسمح لها نسألها ما الذي تقصده تكمل بانها لم تشعر انها بحالة جيدة منذ الفترة طويلة واعتقدت انه سيقول ان الليلة خطير ثم صادفت اخوتها لقد منعوها من المغادرة لكنهم قرروا المجيء معها عندما توسلت واصبحوا مرافقين معها لم تكن تستطيع ايقاذ احد الفرسان حتى لانها فقط كانت تريد الذهاب لرؤية المهرجان وعندما كانوا يسيرون في المهرجان قام حجد من الموكب بتفريقهم ووجدت نفسها في زقاق مخيف وكادت انتقع في خطر عن طريق الاصطدام برجل النبيل المزعج يصرخ ويقول لها من هذا من هو ذلك الشخص وكيف يجرؤ تقول انها كانت مرتبكة جدا لرؤية او معرفة من كان ذلك الشخص لكن اعتقدت بانها سمعته يقول اكلوري يفكر الدوق اكلوري من هو كلوري هذا؟ تكمل بالاضافة الى ذلك صادف ان اكليس كان مر بجانبهم وقام بمساعدتها يقول لها هل تقصد الرجل الذي احضرته الى هنا اليوم؟ تجيبه نعم لقد كان في منتصف هروبه من سوق العبيد كان يحاول الهرب يقال بانه نبيل من دولة دلمان المهزومة تكمل بانه تم القبض عليه مرة اخرى من تجار العبيد الذين تبعوه عندما كانوا يساعدها لذا اشتركوا بالشيك الفارغ الذي اعطاها اياه واليدها يقول لها هل دفعت مئة مليون قطعة ذهبية من اجل عبد؟ تقول له انها لم تستطيع ان تدير ظهرها لمنقذ حياتها وتقول في عقلها على وجه الدقة سوف يكون منقذها في المستقبل يقول لها والدها انه لم يقم بمنحها شيكا فقط حتى تشتري عبدا بثمن باهض تقاطعه بانه لكن انه منقذ حياتها لقد تم اعادته الى سوق العبيد بسببها بعدها يدخل عليهم السيد ازرق فجأة ويصرخ على بنولبي اين كانت؟ تقول بنولبي ان والدهم هنا يصرخ بانه لم يكن هناك مكان لم يذهب اليه داخل العاصمة حتى انهم ذهبوا الى منطقة الضوق الاحمر والزقاق الخلفي وفتشوا في كل مكان لقد كان يخشى ان يتم اختطافها من قبل المتجرين بالبشر ماذا لو حدث هذا لها؟ تحضق بنولبي به وتقول لماذا يصنع مثل هذا الوجه؟ ديريك قد كره بنولبي لدرجة ان كلمة كوره لم تكن كافية لوصفها لقد كان ينخافض نسبة اهتمامه كلما دعته بنولبي باسم اخي في اللعبة لهذا لم تفكر ابدا في الذهاب وطلب المساعدة من ديريك لكن لماذا لديه مثل هذا الوجه اليائس عليها؟ كان يحاول ان يمسكها بعدها يصرخ الدوق عليه ويقول يا له من شيء وقح ما يفعله خلال اجتماعهم الخاص يبتعد عن بنولبي ويعتذر لوالده تحضق به بنولبي وتقول ما الامر معه؟ لماذا لا يخرج؟ هل سوف يبقى هنا ويستمع؟ ثم يقول الدوق لبنولبي انه فهم قصتها لكن لو كان الامر كذلك كان بإمكانها اطلاق صراحه بعد ان اشترت لماذا احضرته الى هنا؟ تجيبه بنولبي انها تريد الطلب من والدها ان ياخذ اتليس كمتدرب عنده يقول لها هل تريد عبد كفارس لعائلتهم؟ تجيبه نعم تعتقد انه سيكون من المفيد تدريبه رسميا بدلا من جعله خادم هنا حيث سيكون هذا فائدة كبيرة لعائلتهم يقطعهم ديريك ويقول انه لا يطيق سماع المزيد انها لا تعلم مدى الكلام الذي تقوله هناك عدد هائل من الفرسان الذين هم ممتنون لمجرد القدرة على العمل هنا خادما فقط لكن الان ايضا هي تقترح ان يدرب شخصا ليس من عامة الشعب حتى بل عبد بالاضافة الى ذلك لماذا تريد تدريبه؟ تحضق به صامتة لكن تصرخ في عقلها وتقول فليتوقف عن اضطراض طريقها وليغادر ثم تجيبه انها تريد ان تستخدم اكليس كحارسها الشخصي على الرغم من انها في القصر طوال الوقت لكن لا تستطيع ان تكون بدون احارس الشخصيين للابد يقول لها والدها ما الذي تعنيه بانه ليس لديها اي شخص يحرسها هناك اكثر من عشرين الف فارس يعملون في دقية اي كارد تقول له بنولي بنعم لكن لديها سمعة سيئة بين الفرسان ايضا ليس هذا هو السبب في انه لم يجعل اي منهم كحارس شخصي لها؟ لا تريد ان تترك سلامتها الى اولئك الناس الذين ليسوا على استعدادا لحمايتها ليس مضمونا ان ما حدث لها اليوم لن يحدث مرة اخرى بعد مغادرتها هذا القصر يصرخ الدوق ويقول مغادرة ما الذي تعنيه بذلك؟ تقول له بنولبي انها شخص سيبلغ قريبا لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل وتفكر هل الوقت مازال مبكرا لهذا الكلام؟ بعدها تتبسل لهما ان يسمحها لها باختيار حالسها الشخصي بنفسها هذه المرة من اجل سلامتها تحدق بهما وتقول انهما ليمكنهما المعارضة حادث الليلة الماضية لم يكن خطأها وبعد كل شيء عائلة الدوق مسؤولة عنها لتكون صادقة لم تكن تفعل هذا فقط لتجعل فارسا يحرسها محتاجت فقط عذر من اجل اكليس لكي يبقى الى جانبها في قصر الدوق تقول له الدوق حسنا لابد انها قضت ليلة متيبة اليوم فلتصعد وتأخذ قصة منها الراحة كانت بنولبي سعيدة في عقلها وتقول انها نجحت كانت داريك غاضب على وشك المغادرة يخبره الدوق ان يبقى هنا لديه شيء ليقوله له كان السيد ازرق يحدق في بنولبي بغضب ثم تقول ما الخطم معه لقد انتهوا من الحديث وتهرب من الغرفة لكن لحسن الحظ لقد تجاوست الامر بعدها تأتيها بطاقة من النظام بانه الموعد في المهرجان مع داريك قد فشل هل تريد المحاولة مرة اخرى؟ المكافأة كانت زيادة اهتمام داريك بنسبة ثلاثة بالمئة تقول بنولبي هل هي مجنونة؟ من المستحيل ان تفعلها؟ ما الخطم مع نظام هذه اللعبة اللعينة؟ ما الامر الجيد بمشاهدة المهرجان معا؟ ليس مهما لقد ارتفعت نسبة اهتمامه ثلاثة بالمئة على اي حال بعد كل الشيء الخدعة هي ان تتعايش معهم على اساس انهم اخوتها في هذا المنزل تنزل من الدرج وتسمع صوت الصراخ هاي انت انا تعرف كيف تتحدث؟ لماذا لا تجيب؟ كان السيد وردي يقوم بالصراخ على اكليس ويسأله من اي بلد هو؟ لماذا لا يتحدث؟ تأتيه بنولبي وتسأله ما الذي يفعله؟ يقول لها السيد وردي يبدو انها بخير فلتخبره من هذا الطافي كانت بنولبي تحدق بهما نسبة حب السيد وردي 10% ونسبة اكليس 18% فتقول لاكليس ان يأتي الى جانبها يقضب السيد وردي ويقول لها هل تعتقد بان هذا جيد؟ تقول له بنولبي اولم تخبره ايميلي انه سيكون حارسها شخصي الوافي من الان فصاعدان؟ يقضب السيد وردي ويقول حارس شخصي؟ هل ستستخدم هذا العبد الطفل كحارس شخصي؟ تقول له نعم يقاطعها انه بعد ان هربت من المنزل من الذي التقطاته؟ هل قررت الهروب من المنزل لاخذه معها؟ تخبره انها لم تقرر الهرب من المنزل وهي متعبة ستتحدث معه لاحقا يقول لها الى اين هي ذاهبة انه لم يكمل كلامه بعد وكان يحاول ان يمسكها بعدها يمسك اكليس بالسيد وردي يقضب السيد وردي ويقول ها فلينظر الى هذا الان تبسك بنولبي باكليس وتخبره ان يتوقف تقول في عقلها انها لا تريد من الدوق واولادها ان يترضوه بسبب تصرفاته بعد ان عانت باحضاره الى هنا يقول لها السيد وردي لماذا تستخدم حارس انها دائما علقة في غرفتها ولا تغادر منها تجيبه انها بحاجة اليه الان تخشى ان شيئا مثل امس قد احدث مجددا يقول لها اذا فلتأخذ احد الفرسان الذين يعملون في دقية اي كارد ولتستعمل احدهم تجيبه الم يقول بانهم قاموا بتأليف عشرات الكتب عنها لا تحتاج لشخص يحرصها بدون ان يعرف ما الذي تفكر به وتقول له تعني اخبرك شيئا يا ليوناردو لقد كنت محظوظة هذه المرة لانني نجوت لو لم يكن اكليس موجود هناك لكنت عبارة عن جثة ميتة في زقاق مظلم تلتفت وتغادر وتقول له انها اسفة لجعله يقلق عليها وتأتيها رسالة من النظام ان الموعد مع ليوناردو قد فشل هل تريد ان تحاول مجددا تلغط بنولبي لا كانت بنولبي وايميلي تمشيان لكن ايميلي كانت مصدومة تتوقف بنولبي وتلتفت وتقول اكليس الى ايمدى سيتبعها يقول لها لكن هي قالت انه لاثبات قيمته يجب ان يبقى معها وإلا ستعيده الى سوق العبيد تقول في عقلها لكنه سيتبعها الى غرفتها هل لهذه الدرجة يكره فكرة العودة الى سوق العبيد تحضق في خاتمها وفي الطوق الذي على رقبة اكليس تقول اكليس لقد كان فارس مهذب في الوضع العادي لكنه لم يتم تروضه بعد لا يزال خطيرا انه اكثر خطورة مما تخيلت وتقول له لا يعني هذا ان يأتي وراءها في كل خطوة تقوم بها لقد احضرته الى هنا لكي يصبح حارسها الشخصي وتخبره ان يستمع لها جيدا فليجعل الدوق والناس الموجودين هنا يعترفون بوجوده هذه هي مهمته الاولى لا يمكنها ان تستمر في الجدال مع الناس الذين في القصر لتضع شخصا عديم الفائدة في القصر ليس كذلك؟ كذب عن ان اكليس شخص عديم الفائدة في نظر الموجودين في القصر فلازم يثبت قيمته لحتى يبين انه باستحاق مكانته كحارس الشخصي لأحد افراد عائلة الدوق اللي هي بنولوبي تخف على مشاعره وتقول هل بلغت في الامر؟ بعدها تتسم له وتقول انها تثق فيه انه لن يخيب امالها أليس كذلك؟ لا يجيبها اكليس لكن يزداد مقدار الحب الى 20% يقول اكليس لبينولوبي انه سيبذل قصار جهده لكي تقوم بالذناء عليه قدر ما يستطيع تربط بنولوبي على رأسه وتقول مع ذلك انها ليست خائفة منه وبالاضافة الى ذلك خيارها لم يكن خاطئا تأمل ان تخرج من هذا العالم وهي على قيد الحياة ويقول لها اكليس انه سعيد حقا انها كانت هي السيد الذي اخرجه من هناك سعيد حقا بانها سيدته وتقول بينولوبي هذا جعلها مستعدة تماما لقيام بخطوطها التالية تقول بينولوبي اخيرا الدوق وديريك لم يطرد اكليس لم تخرج من غرفتها ابدا عذرها قد كان انها ستذهب لقضاء اقتراحتها هناك كان الدوق يبحث عن كل عائلة نبيلة عن اي شخص اسمه كلوري باسمه الكامل وقالت ايميلي ايضا ان وقت الددريب قد ازداد صعوبة للفرسان فجأة وعلى اي حال لقد انجزت حدثا كبيرا يدعى انقاذ اكليس لقد كان بمثابة لحظة سلام منيحة لها تقول ايميلي لبينولوبي يبدو ان ذوق السيد الشاب قد تغير مؤخرا هي لم تطلب الاطعم ذات النكهة القوية والحارة من قبل وتقول ايميلي لبينولوبي ان تساعدها في ابعاد عظام الدجاج تحضق فيها بينولوبي وتفكر هل عليها ان تطلب منها عمل طبق من الثوم في المرة القادمة؟ ثم تقول انها ممتلئة الان وتقول ايميلي لبينولوبي ان كبير الخدم اخبرها ان تسلم هذا لها قال كبير الخدم ان الشيء الذي طلبته من صائغ المجوهرات قد وصل تفكر بينولوبي انه صحيح يجب عليها ان تبدأ التفكير حول طريق الذي يؤدي الى ذلك الساحر وتذهب ايميلي لكبير الخدم لتحضر الشيء لبينولوبي تقول ايميلي واو انها جميلة جدا انه حجر كريم من الطراز الاول هل تريد تقديمه للدوق؟ تقول بينولوبي في عقلها لا هذا مستحيل لديها شيء تسأل عنه حول شخص ما هل هناك اي شخص يعرف المعلومات في الشارع العلوي؟ تقول ايميلي انها رفيقتها بالسكن لقد كانت تعمل في الجزء العلوي من الشارع قبل قدومها للعمل الى هنا تسألها بنولوبي ما اسمها تجيبها ايميلي رينا لكن تكمل بانه يمكنها القيام بما هو افضل من رينا اذا احتاجت الى شيء ما بالتأكيد هي اتعرف الكثير من الامور لكن هي ايضا فمها كبير وحمقاء تخبرها بنولوبي حسنا ستثق بها يبدو انها لم ترتكب اي خطأ مع ما تقوله به هذه الايام وهي بخير مع ذلك تشكر ايميلي بنولوبي فما تقول لها بنولوبي ستقرر ما اذا كان لديها نفس الوجه عندما قامت بطعنها بالابرة ام لا اعتمادا على هذا العمل فلتتحرك بحذر اذا لم تفعلها لا تعلم اذا كان ستقوم بطردها ام لا انها فرصة عظيمة قد اعطيت لها تجيبها ايميلي حسن يا سيدتي تقولها بنولوبي ابتداء من الان و الى ان تنتهي مهلتها فلتذهب الى المخبرين بعد الانتهاء من عملها بحجة تقديم الطعام وعندها سوف تقوم بسؤالهم بان يجدوا شخصا ما من اجلها سوف تقوم بتسجيل كل الامور المتعلقة به والتي يحتاجونها المخبرون للبحث عنه لكي يتمكنوا من ايجاده يمكنها استخدام كل ما تريده من المجوهرات الموجودة في هذا الصندوق لقي تقدمها لهم ومع ذلك لا تريد معلومات عامة حول هذا الشخص تريد معلومات نادرة جدا وتسألها هل يمكنها التعامل مع هذا الامر بنفسها تجيبها ايميلي نعم يمكنها ترك الامر عليها تقول بنولوبي في عقلها يجب ان يكون من السهل العثور عليه لان وكالة فنتير هي الاكبر والاشهر بعد عودة ايفون ايكارد الى عائلتها قامت بالبحث عن منقض حياتها فينتر الذي ساعدها في ايجاد عائلتها الحقيقية في الرواية كانت تقول هذه العيون الزرقاء الداكنة اذا انت المركز المقنع الشخص الطيب الذي وجد عائلتي الحقيقية تقول بنولوبي حقا لم يكن عليها ان تشتكي كثيرا من الوضع الساهل عندما كانت تلعب اللعبة بالطبع هي تعلم بان مالك المنديل الذي اعطاها اياه لديه اسم وانه يعمل سر في وكالة معه لكنها لن تذهب لتبحث عنه بقدميها كما فعلت ايفون عليها جعله يلاحظها اولا تحضق ايميلي في بنولوبي بعدها تقول سيدتي هل قلبك ينبض للمرة الاولى هل انت واقعة في الحب لا عجب بذلك انك قد تغيرتي واصمحت ساحرة وجذامة مؤخرا كان هذا سوء فهم يكبر ويكبر مع مرور الايام تقول ايميلي يبدو انه سيكون هناك يوم جيد قادم لسيدتنا بنولوبي مستغرب منها ما الذي تقوله بعدها يأتي كبير الخدم عند بنولوبي تقول بنولوبي يبدو انه اصبح جيد هذه الفترة وتخبره ان يتفضل بالدخول يقول لها كبير الخدم فلتعذيره لقد وصل لها دعوة من القصر الامبراطوري يبدو ان هناك حفلة صغيرة في اليوم الاخير من المهرجان الاحتفال بالانتصار الذي حققه البلد تسأل بنولوبي لماذا قاموا بدعواتها مجددا لقد كان لديهم قبل فترة حفلة عودة الامير ليس كذلك يقول كبير الخدم قيل بان هذه المرة الامير المتوج هو من قام بتحضيرها بنفسه وقام بدعواتها شخصيا تخاف بنولوبي وتقول الامير المتوج قام بذلك وتسأل كبير الخدم من الذي قاله والدها عن هذا الامر يقول كبير الخدم حسنا لقد جاءت هذه الدعوة لها فقط الدوق لا يعرف شيئا حتى الان تفضع تقول ماذا اي نوع من الموقف هذا ذلك الواغض انه مجنون اكثر بكثير مما اظهرته اللعبة بالتأكيد انه قد فعل هذا عن قصد قال لها في المرة القادمة التي يلتقياني فيها سيكون عليها ان تشرح بالتفصيل لماذا تحبه تصرخ في عقها وتقول الهراء الذي قالاته لم يكن جزءا من الحلقة او السيناريو الخاص باللعبة كيف لها ان تنجو اذا قابلته مجددا ويسألها كبير الخدم ما الذي عليه ان يفعله بالدعوة بعضها تقول بنولبي اخ اشحر بالألم انا مريضة وتستلقي على السرير يبدو ان الذي حمى شديد جدا ايها الخادم هنا ادرك كبير الخدم ما الذي تقوله الانسة بنولبي عرف انها بتمثل حتى ما تروح على الحفلة يخبرها انها مشكلة حقا ان تكون سيدتهم الصغيرة مريضة بهذا الشاتي تخبره سيكون من الافضل ان يقول انه لا يزال لديها بعض التأثيرات اللاحقة من تلك الحادثة التي حدثت مع الامير يخبرها انه فهم انه ذاهب الان فلتصريح جيدا تسأل ايميلي بنولبي هل هي بخير هل تريد استعاء الطبيب تقول لها بنولبي لا ليس ليس القيام بذلك ثم تقول في الواقع نعم 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 فلتصريح الطبيب سيكون عليها ان تجعل الكثير من الشائعات حول الامن تنتشر لن تخرج من المنزل حتى يبعد ولي العهد انتباهه عنها يا ترى هل ترى ما الذي سيحدث لولي العهد هل سيقبل عدم حضور السيدة بنولبي التي قالت انها تحبه الى الحفلة التي حضرها بنفسه ودعاها شخصيا وماذا ستكون ردة فعل الدوق واخرائها الشابان هذا ما سنراه في الحلقة القادمة السلام شكرا لكم حقا لفرح موسيقى 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 شكرا